طيب خلينا نروح للأخبار طبعا النهاردة يعتبر أول أيام الأهلي الفعلية في أبو ظابي استعدادا طبعا لمباراة السوبر اللي هتكون مع پيرميدز يوم الجمعة النهاردة هيكون تمرين مسائي هيبتدي ساعة 8 بتوقيت الإمارات على ملعب الكريكات في أبو ظابي زي ما حضراتكم شايفين بيعس طبعا وصلت بالسلامة لأبو ظابي مبارح كان في تمرينة خفيفة بالليل البعثة بيترأسها دكتور مهند مجدي عدو مجلس صدارة النادي الأهلي ووصلت بعد رحلة تيران استمرت حوالي ثلاث ساعات من هنا من مطار القاهرة يعني لمطار أبو ظابي واليومين دول أو 48 ساعة هي اللمسات الأخيرة قبل موجة بيرميدز المجروح أو الجريح يعني بيرميدز الحقيقة وده يمكن يصعب من المباراة شرعية ويديها جزء من الإصارة أو جزء من المتعة إن شاء الله هتكون مباراة مشرفة للكرة المصرية بيرميدز فرقة محترمة ما عندوش غيابات كتيرة جدا يمكن الغيابة الوحيد أو خلينا أقول الغيابين المؤثرين على بيرميدز هيكونوا عبدالله السعيد وأسامة جلال دول التغييرين اللي ممكن تقول على العناصر اللي كان بتشارك بشكل أساسي مع بيرميدز في الفترة الأخيرة لكنه خريق جريح بكل ما تحمله الكلمة من معين فقط طبعا أماله في المنافسة على لقب الكونفيدرالية اللي كان بيمني نفسه بعد ثلاث مشاركات أنه يحقق لقبها لكن خرج طبعا من دور التمانية وخرج من بطولة كاس مصر بعد خسرته من نادي الأهلي في نهاية الكاس وبالتالي يعني بطولة طبعا أعتقد أنه الناس كانوا من الزكاء الشديد على فكرة تعاملوا بشكل فيه زكاء شديد جدا مع الأزمة واستفادوا حقيقة استفادوا بفرصة هي فرصة 50-50 هم كانوا رهانة على فكرة أنه وليه لأ دولاب ما فيهوش أي لقب ما فيهوش أي بطولة وجاينا فرصة من المباراة واحدة ممكن نحقق أول بطولة في التاريخ فقال لك وينوت يلا بينا إحنا جايين وركبين الطيارة وطلعين على أبو الزبي وقد كان لعابة الفريق الأول في النادي خضعوا جلسات السشفائية كده فندوا لقامة عشان يتخلصوا طبعا كان اللهم في عونهم أنت بتتكلم على مغرب أبو الزبي وبعد كده تونس يعني ماكوك بيلف الكوكب يعني وقاب لها كاس عالم في المغرب وقاب لها مطشط في جنوب أفريقيا ومطشط في السودان ومطشط في الكاميرون فأنت متخيل حجم رحلات الصفر بس يعني بتاخدها لعابة النادي الأهلي طيران عدد ساعات الصفر اللي لعابة النادي الأهلي ركبة فيها طيارة قد إيه في كل موسم؟ وده بالتأكيد برضو يعني نقطة لازم تاخدها في الاعتبار يمكن ميستر مارسل كولر هيخصص فقرة كمان في التدريب طبعا تحسبا لأنه المباراتة يمتد أنا أعرف أنه وقت هاصلي ثم وقت إضافي ثم ركالات ترجيح فهيكون في فقرة في التدريب بتاعت النهاردة وتدريب البكرة أكيد طبعا هيتم فيها يعني تدريب اللعيبة على فكرة ركالات الترجيح من نقطة الجزاء المباراة تتلعب على ملعب أستاذ محمد من الزايد وزي ما قلت لحضراتكم لو انتهت بالتعادل هيبقى فيه وقت إضافي وركالات ترجيح عشان يتم حسب اللقب مباراة لازم تنتهي في فايز طبعا طيب